أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة الحديدة باتجاه المملكة العربية السعودية وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيدة الركن تركيا المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة كانت باتجاه المملكة العربية السعودية وضف العقيدة المالكي في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية واس إن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق ستوكولم وخرق وقف اطلاق النار بالحديدة وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق العمال العدائية والعمليات الإرهابية باطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار المسيرة وكذلك اطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد ما يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود السياسية لإنجاح اتفاق ستوكولم وأكد العقيدة المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاصة لأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل